بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي شو التعريف الطبي ولكن قبل بدنا ننوه إنه إحنا لايف على صفحة الفيسبوك من دنيا يا دنيا تفضلي أوكي أول إشي هي اسمها ظاهرة ترينون نسبة للشخص اللي اخترعها أو اكتشفها هي ظاهرة حميدة ما بتخوف إلى حد ما موجودة عند كتير من الناس اللي موجودين يعني نتيجة إنه بسير ردة فعل كتير مضخمة نتيجة التعرض لبرد تغير في درجات الحرارة أو الضغط العاطفي فرح شديد عصبية شديدة فجائية زي هيك ما بنتحملها فالأوعية الدموية تبعتنا بتتقلص وبيبطل التروية الدموية تكون منيحة للأطراف ولما بحكي أطراف مش شرط بس إيدين ورجلين ممكن الأنف والدنين كمان أوكي يعني أي إشي معرض خليني نحكي لله للبان طبعا من شروط إنه نحكي إنه هذا عنده شخص ظاهرة رينون لازم يكون في تغير بالألوان اللي موجودة بالأطراف بتبلش إنه اللون يكون كتير شاحب فالور بتحول لأزرقاق اللي هو السينوسز بعدين بعد ما ترجع الدورة الدموية بيصير لونها أحمر غامل نعم هذا هو التعريف الطبي إذا بنتحدث عن الأسباب شو الأسباب بتكون واضحة ليش أشخاص بتأثروا بموجات البرد وأشخاص لا هلأ بداية عشان نعرف الأسباب بدنا نعرف إنه في منه أنواع الأنواع في منها النوع الأولي وأنا بحكي عنه دايما عشان ناس تحفظوا ليهو النوع السعيد يعني شخص إذا عنده هذا الإشي بيكون سعيد مش كتير متأثر ما بيأثر على جودة الحياة ما بيأثر على الكواليتي أوف لايف إلى حد ما إنه بيكون بيصير عند الناس لصغار بالعمر بين الخمستاش والثلاثين سنة أكتر إشي عند السيدات الحمد لله نعم وبعديا هذا الإشي بروح لحاله يعني إزلي ريفيرسبل وكمان موجود أكتر بالعوائل يعني إذا موجودة عند الأم أو عند الأب ممكن الأطفال يطلع عندهم هاي الظاهرة يعني العامل الجيني إلو دور نعم طبعا هذا النوع بيبلش بطريقة متساوية بيبلش بالأصبع الإندكس وبعدين بمشي بطريقة متساوية ببقية الأصابع ولازم يكون على الجهتين يعني الإتين والرجلين الإصبع الإبهام ما بيكون متأثر لأنه هذا بتأثر بالنوع الثاني اللي هو الأولي ما بيأثر بالإبهام بس الأربع أصابع أربع أصابع هدول وبشكل متساوي وجهتين وبيصير عند الستات زي ما حكينا والصغار بالعمر وزي ما إحنا شايفينه هلأ بهذا الفيديو كيف بتغير اللون من شاحب لأزرق لأحمر غامق وبعدها طبعا عندنا النوع الثاني ما بدي أحكي إنه اللي عنده النوع الثاني حزين بس بحكي إنه هو أقل سعادة ليه؟ شو بيكون؟ أول إشي بيصير عند الناس اللي أكبر شوي من الثلاثين سنة بيجي لازم يكون إلو سبب يعني مش لحاله مش فجأة هيك بس عشان برودة بيكون في سبب لازم ندور على هذا السبب بيصير عند الرجال موش تكون ممتل أسباب؟ هلا بدي أحكيهم نعم بيصير عند الرجال أكتر بصعوبة إنه يرجع طبيعي الوضع وممكن إنه التداخلات فيه مجدائما مستجابة بطريقة ما بيكون متساوية يعني إذا إيد ممكن إيد واحدة لحالها أنا هداك اليوم شوفت حالي أول مرة بحياتي من أول ما دخلت كلية الطب في 2001 نفضحنا عدي عمرنا على التلفزيون من دخلت كلية الطب في 2001 لليوم ما شوفت حالي جاي عندها بركبة ركبة واحدة ستة كبيرة بتشكي من هاي ركبة بتقول لي بحط قربة وهلا نحن نحكي عن القربة إنه ممنوع بس تخدم كريمات بعمل مساج مش عم بيزبط جابولي ولادي الهيت باكس مش عم تزبط إنه بدي حل فهي ممكن هذا اللي بيكون معناته فيه سبب تحت هذا الموضوع وبدنا نعالج السبب بتروح الحالة يعني طيب عشان نعرف إنها حالة تانية شو أهم الأعراض إيش بتصير بألواناً أول شيء نفس الألوان نفس بيكون نفس هديك الظاهر عشان هيك أنا ما بحب إنه حدا يشخص لحاله لازم يشوف أخصائي بلس زي ما حكينا بيكونوا كبار بالعمر بيخليني أفكر إنه فيه سبب يعني لما هو صغير لا بيكون يعني عادي يعني بذكول أجرة طبية عمرها 14 سنة وكان عندها هذا الاشي وبسهولة يعني تعالج ما عندها أي أمراض مثل الكبار بيخلينا نشك والرجال نعم المرحلة الثالثة شو بتكون زي ما حكينا هدولهم من نوعين هلأ الأسباب تبعه النوع الثاني بدي أحكي عنها الأسباب بالعادة بتكون إما مثلا الناس اللي عندهم كسل في الغد الدراقية أو فيه إشي اسمه متلازمة النفق الرزغي هاي هي هذا عصب اللي هو الميديا النيرف هاي أسباب النوع الثاني نوع الثاني هم نوعين ببسط هذا العصب بس يمر من النفق الرزغي عند الرزغ بينضغط على العصب بيعمل هاي الأعراض هذا أكثر يعني موجود عند الحوامل و الناس اللي عندهم سمنة الناس اللي بتشتغل بالأدوات اللي فيها احتزاز كتير زي الكوفير كتير في ناقص كوفيرية بيعانوا من هاي الشغلة وهم ما بيعرفوا شو سببها نعم أو اللي بيستخدمه مثلاً الدريل بالزل 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 والعندة التعرض للبرد طبعاً وزي ما حكينا كسل الغدة وفيه كمان تصلوا بالجلد السكلوري ديرما أو الروماتزم والأمراض المناعية المشكلة اللي بالرسخ بتأثر على أطراف الإيد ولا ممكن مشكلة اللي بالرسخ وتأثر على الأرضهم؟ لا اللي بالرسخ بتكون على الإيد اه لحال تمام هاي بالعادة السيناريو كيف بيكون بيجي المريض للدكتور بيحكي له أنه أنا بس أتعرض للبرد فجأة بيصيروا كتير مثلاً أطراف أصبيع إيدي فيهم نغذات شوية وجع بتغير لونهم فجأة هيك زي كأنه ما فيش دم بيجري بإيدي هيك بيحكي للدكتور ويكون جداً يعني مستقل بتطول من ربع ساعة لتلت ساعة يعني الفترة الأتاك أو الهجمة على المريض بتكون هالأدة هاي الفترة وبيذكر تخيلوا أنه ممكن هو مارئ بالمول أو بسوبر ماركت من جم تلاجة يعني البرودة تبعة التلاجة بتأثر عليه لذلك في ناس بنقولهم حطوا كفوف جمب التلاجة إذا بتكون الطول وإشي من التلاجة ألبسوا هاي الكفوف إذن هاي هي الأسباب الممكن تتأدي للنوع الثانوي شو المفروض يكون التشخيص بها الحالة وين التوجه؟ التوجه طبعاً زي ما قلنا عند الدكتور المختص بالحالة بده يعمله فحصات فحصات دم وبده ممكن يحتاجه يعمل أشعة طبعاً بس على الأغلب هي بتبين بالفحص السريري نعم بتصير الذاتي والفحص السريري المزبوط وبنطلب فحصات بناءً عليها أوكي طيب كيف بتيجي الهاجمة عشان مثلاً مرات المريض مش كتير بيعرف يشرح حاله للطبيب فشو لازم يحكي المريض دي ما حكينا أنه تلت ساعة هي بقوله تلت ساعة بتعود ولما أنا تعرضت للبرد صار معي هيك وجع وجع يعني ونغزات وتغير باللون فالدكتور بفحصه وبيشوف التروية الدموية بالأطراف فحص السريري وبعدين بطلب له بناءً علي الفحصات أهم شي يتأكد الدكتور أنه إذا كان المريض عم بياخد أدوية ممكن تأثر على التروية الدموية يعني أحد أنواع عائلة البيتا بلوكرز اللي بتستخدم لعلاج الضغط أو القلب تخيلوا أنه نفسها ممكن تعمل تقلص بهذه الأوعية الدموية وتسوء الحالة الموجودة عند المريض نعم هلأ نحكي عن العلاج أوكي العلاج تبعه طبعاً دائماً أنا أحب أحكي أنه إذا بنعالج الثانوي بدنا نعالج السبب المسبب للحالة عشان أنه يطيب المريض الأولي شو بيكون علاجه هلأ الأولي والثانوي التنين بنبلش أول إشي بالعلاجات التحفظية نمط الحياة أول شيء كما نرى فيه ندفي حالنا ليس ندفي فقط إدينا ورجلنا يعني نحكينا أي عامل محفز ممكن أنه يعمل هذه البرودة لذلك لازم أدفي كل جسمي ليس بس أطراف يعني لا نضلنا عند الصوبة لا نمسك كل إربا يريدنا إشي يوزع الحرارة على كل شيء ممكن إذا إدي كثير بردانيين بنفخ عليهم بحطهم تحت الإبت منطقة الإبت لأنه فيها حرارة جسمنا بس تخدم الهيت باكس الهيت باكس زي الأيس باكس بس إنها هي بتطلع حرارة بتكون على كهرباء أو بطرية مع استخدامهم شو فرق عن الإربا هلأ بحكي لك الإربا هلأ طبعا ممكن أخذ شوار دافي أو أحط رجلي بمي دافية مش مية كتير سخنة هلأ بالنسبة لهيت باكس أو الإربا هلأ أنا مش مع استخدامهم بأنه لازم نستخدمهم أما إذا بدنا نستخدمه نستخدمهم بحالة تحفظية لأنه للأسف بالذات بالشتة بنشوف كثير حالات بالطوارئ حروق من الإربا من الإربا يعني وأشكال وألوان وجميع الأعمار صغار وكبار بدفوا رجليهم بس يناموا بالليل أو الستة الكبيرة بدي أحط على بطنها يعني حالات وحوادث مؤسفة اللي بنشوفها فأنا مش مع والصوبة ما نلزق فيها من بعيد أنه ناخد الإشعاء تبعها اللي بيعطينا يا حرار فهاي تنفع بيئل طريقتين بالأولي وبالثانوي أما الثانوي زي ما حكيت لكم لأنه في إله أسباب فأنا بدي أعالج الأسباب طبعا في حال أنه كل هاي الطرق التحفظية ما زبطت ببلش باستخدم العلاج بالأدوية العلاج بالأدوية أنا بقدر أسمه طبعا زي ما قلت لكم هاي لازم نبعت الدخان بزيد الكحول بزيد الإربا عشان زي ما حكينا على الحروق الاسترس يعني هذا الزلمة هي وزعلان حطت لكم صورته الاسترس عامل محفز كتير قوي زي ما حكينا لهاي الحالة هلأ الأدوية مستخدم في أدوية للضغط الكالسيوم تشنل بلوكرز وبأنواعها وبينبلش بدوز كتير قليلة ليه لأنها بتعمل انخفاض بالضغط هراءات الضغط فما بدنا المريض يدوخ ويتعب وما يلتزم بالعلاج بدنا نبلش معه بدوز قليلة ونرفعها في بعض الأدوية اللي بسموها فوسفو دايستريز انهبتر زي اللي هم عائلة الموسعات وعلاج كمان الأدوية تبعت ارتفاع الضغط الرئوي نعم هاي بالنسبة للأدوية فيه أشياء تانية لطيفة جميلة وأنا هاي مع أنه أبلش فيها قبل هاي الأدوية كريمات موضوعية فيها مادة النيتروغليسيرين وهاي المادة بتوسع الأوعية الدموية في المنطقة هديك كمان ممكن استخدم بوتوكس البوتوكس ما في عليه دراسات مثبته انه كتير منيح بس بيساعد زي كيف ممكن انه يساعد باللي عندهم تعرق فرط التعرق كمان ممكن انه يساعد بالأوعية الدموية الأدوية اللي بنستخدمها لعلاج الدهنيات كمان تعتبر أحد الطرق مش مثبتة 100% لكنها بتحسن من ظاهرة رينو بلس علاج الثانوي سبب الحالة الثانوية شكرا كتير إلك دكتور أنا أعطيك ألف عافية كاملين ببقية فقرات دنيا يا دنيا